تعرف أنه في المدى الأخيرة وخاصة بعد اعتقال سيد نورديل بحيري وشنا نحكي على هذا الموضوع بالتفصيل أرجع على الكلام اليوم حول كشف حقيقة الاغتيالات السياسية أرجع على الحديث حول موضوع التسفير حول موضوع الجهاز السري اللي حركت النهضة في تقديرك علش في هالوقت هذا بالذات يرجع الحديث من جديد على هذه الملفات اللي ربما البعض من يحسن فيه القضاء وفهم برشة ملاحظات من بين ملاحظات هذه تصريح قيس عيد وأنا ما عاش نحن بقول رئيس لأنه أنا أنا من راه معاش قانوني معنى معج دستوري تواجده غير دستوري معنى فتك السلطة معنى ما تبقى من السلطة في الدولة دونك أنا بالنسبة لي أنا معنى ما عادش في وضعية قانونية دونك قيس عيد عمل إجراءات ومشافي اثنية معنى فيها فيها برشة غرابة وأول حاجة اللي أنتي من حاجات الملاحظات نحن بنا بداو بيها ما قلتمش وهو تصريح اللي قالوا على الرئيس السابق منصف مرزوقي قال لي أنا مدفعتوش ما حكيتش عليه وانا قلت بلقفوه أنا فهمه مشكلة هنا وأنا بعد تصريحه الأولاني اللي قال ما أنا بش نعملوله وبش نديروله بقضاء بل أمر وزارة العادل بيفتح بحث ثقيقي على معنى الفصل 23 مش كيف المشنية لشكال أنا شنوه لشكال وأنا تكلمت فيه فيه فهم وقلت فروه إنساني ينجم يكون منا عنده مشكل صحي ينجم يؤثر عليه فم ماركوريل معناه القائد في معناه لومبرور دوروم ماركوريل معروف عنده معناه دارس برشة وعمل برشة فلسفة وخرج معناه بخلصات معناه في نهاية الحكم تاب قال فم نوعين من البوفار معناه نوعين من السلطة فم السلطة على الأشخاص على البره سلطة على نفسك يبدو لي فيه سعيد فاهم السلطة على الأشخاص مش فاهم السلطة على نفسه وهنا أخطر حاجة ماركوريل يقول أخطر سلطة هي سلطة نفسك إذا كنتي متسيطرش على روحك على نفسك وعلى أحسيسك وعلى قراراتك وعلى توجهاتك مش كمش سيطر لي كمارك أنا أنت تعطي أوامر الناس ومكش بسيطرها روحك هنين تشوفوا اللي خيسهاية مش بسيطرها نفسك اليوم حالة مرضية هي بتبعت حالة مرضية حالة مرضية نفسية أنا أنت اليوم حاجة وغدت تقول حاجة أخرى أنا مشكلة مشكلة كبيرة وبالله خذك تشوف مبيناتهم أسبوع لأسبوعين يعنو كيما يقول للمثال الفرنسي عادي مش إنسان يتبذل ومش بعد جمع ومش تنكر في الكلام يقول قاعد يمشي بالطريقة اللي يعتمدوها من سلفه المرحوم بايش قايتسبسه اللي يرحمه ووقت اللي يخرج من طوعه رئيس الحكومة بدا يلوج في الكتلة الكبيرة بايش يتطوحها اش بدل موضوع متاع التسفير الغيات غيات سياسية فيها هي غيات سياسية قاعد سياسية ما وهو تم تكليف منها شنجيه الأمير العكروت كما قلت انت ساعتك أنه مجلس الأمن القومي واترح موضوع الجهاز السري على جدول هذا الاجتماع وكلف المستشار الأمني وقتها سيد كمال العكروت بهذا الملف كمال العكروت يقول أنه عنده معلومات خطيرة موجودة في الملفات داخل الرئاسة وهو يعرفها المعلومات هذه حول الجهاز السري تتصور أولا خليني نسأل هل سيد كمال العكروت عنده التكوين المختص اللي يخوله ربما في البحث على قضايا الإرهاب وقضايا الاغتيالات سياسية قضايا التسفير لا مش متكوى في الارهاب لا عندهوش تكويف الارهاب ومعملش جسون تكريز تيرويست ومعملش موش هو ديشاف الدومنتر بحرية وهذه القطاع مخصص فيها الارميتير واكثر من الارميتير هو القوات الخاصة لجزء من الارميتير موش الارميتير كل موش القوات الخاصة من الجيش البر ما هو البحرية لا مش درس هو مش عام ملايشتية ربما المعلومات اللي يقول أنه يملكها كلان معلومات خطيرة اللي يقول الكلام هذي كي يبدأ هو كان شدد لأم العسكري في الفترة اللي صارت جرامة ذيه يولي الكلام موجبة تتبع العدل معناها اوزولي مريحة كيف تكون انتي مسؤول على قطاع في الفترة اللي صارت فيها جرامة ذيه وجيبات تقول انه لا نعرفه ملافة مشكلة انتي قطاع راش ما تكلمتش عندي وجبة تحفظ يقول اني عندي وجبة تحفظ اذا كان عندك معطيات حقيقية اصبر لاخر مطلوب منك حاجة مطلوبة منك وكذا كلام منا مقلوق برشا وانا ندعو الجيات المستهدفة يبارك فيكم معناها بش متقودش يتولي شنجومة نسمع فيها انا في بعض وسائل الإعلام كل انسان يوجه لك تهمها حاجتين يعمل الخلامة ذاكة بالحق وطوليها في الساعة دي تزكت ولا تشكي بيه انا واحد بعثت لي برنامج في التلفزة الوطنية عندها أسبوع بصراحة المعدة في البرنامج وجميع الوجودين موجهوا تهمة التهمة اخرجنا حكيت فيها انا مشيت مجلوية والموضوع بس غادي لانو واضحة بايش تحب نبداه قبل ما نبدأه هو مش كان الأمير العقل وطول كنت أخيه على برنامج الوطنية ثم أحد الوطاق الرسميين ووجه بتتبع العبدي كل انسان يوجه تهمة الواحد انه يخلص مشكلين لكن خلنا نحكيه على أرضيته الساعة كيف يش ينتلقى الاتهام هذا عبر ناس أمنيين يدعيوا بأنهم خبراء استراتيجيين في الأمن في الأمن على شكو نبدأه نحكيه مثال على أحد الوطاق الرسميين السابقين في وزارة الداخلية يعني في الحرس العميد الشباني عميد الشباني حتى يقول أنه الإسلاميين هم المطورتين في هذه العمليات وعندهم جهاز سري حقيقي أولا خليني نفهم الساعة العميد هدايا السيد خليفة الشباني اللي كان نتق رسمي باسم وزارة الداخلية عنده تكوين قريفة الأكاديمية العسكرية عنده تكوين في المدارس الحربية عنده تكوين في مجال الإرهاب حتى يفهم ربما هذه المواضيع ويكون مختص في هذه المواضيع لا بالنسبة للعميد الشباني ما هو هو تكوينه صحفي ومنه تم الحقه ما نعملش كاديمية عسكرية كيفنا ولا مجال للتركان ولا مجال حربية العليا ولا تكوين في مقاومة الرهاب ولا خدوم أصله في الارهاب على مجال تسيا ما نعملش ونقوله أحنا أساس علمي الصحيح لا يأخذ كلامه على أساس علمي ويأخذ كلامه كان автомه المحاعدات السياسية أنا أطول التكوين basic مش عامل أكاديمية العسكرية ومش عامل مجالس veto 관련 المش ninguna مجال السياسف jej ومش عامل مجالي الرهيب ومش عامل مجالة يتكلموا في مجاله ديه بدون معرفة حقيقية. واحنا ديما نقولولي يتكلم في حاجة الوجهة التهم الغيره. روا كلامة ديه مجبتة العبدية. ليه? والأي واحد. وحتى الصحفيه اللي تدير البرنامج لانا ماشي معهم. في اتجاه بصراحة. انا ادعو الجيهات اللي هي اه ما انا اوجهوا لها. طيب ما اشكي. اشكيوا يا اخوي. شو الحكاية دي? شو سكتين? هما طوي الجيهات السياسية تقول لك انا انا مسكنا عمشكنا. لا لا انا اخذناك في الحقيقة. اللي عندنا معطيات استنسفهمها. خليفيدونا بها. خلينا نجي معاو. دعا لعننا نحكي. دعا لعننا نحق.